ما زال حديثنا أعزاء الشباب أعزاء الطلاب والطالبات ما زال حديثنا موصولا عن أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وأن القرآن إنما هو قديم بقدم الله عز وجل وليس حادثا وعلى أن القرآن كذلك غير مخلوق وقد سبق أن بينا الأدلة القرآنية والنبوية على ذلك بقي لنا عزيز الطالب أن نقف على إجماع الأمة على هذه القضية فقد أجمع السلف الصالح على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عند الله وليس مخلوقا ومن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن أي نزل من عنده وإليه يعود أي إلى الله عز وجل يعود مبدأه ونزوله يقول الإمام بن تيمية رحمه الله اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل وأنه غير مخلوق وأنه بدأ من عند الله وأن القرآن سيعود إلى الله أي يعود من شأه ومنزله هو الله الواحد القهار كذلك يقول عمر بن دينار أدركت الناس منذ سبعين سنة أي أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم أي من جاء بعدهم والجميع على طول عمر بن دينار يقولون إن الله عز وجل هو الخالق وأن ما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله لأن الله هو الخالق وأنه هو القديم فلابد أن يكون القرآن كلامه أيضا قديم فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود ولا قد ذكر البخاري أنه لاقي أكثر من ألف رجل ولعلك عزيز الطالب عندما تستوعب بعقلك وفهمك وتتصور بذهنك وقلبك وجود هذا العدد الضخم من الأئمة الكبار والعلماء من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وبغداد والشام وغيرها يرون ويقولون إن القرآن قديم يقول البخاري فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء وفي النهاية يقول وأن القرآن كلام الله غير مخلوق بقيت لنا نقطة نختم بها هذه الحلقة وهي قول السلف الصالح منه أي من الله بدأ ما الذي بدأ؟ إنه القرآن وإليه أي إلى ربه إلى الله تبارك وتعالى يعود أي تعود أصالاته ويعود من شأه ويعود نزوله من الله تبارك وتعالى وإليه هذا هو قول السلف اشتهر على ألسنة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ أي من الله وإليه يعود وقد جاء ذلك عن عمر بن دينار وسفيان بن عيينة وهؤلاء من التابعين من السلف والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم بل عدها بعض أهل العلم إجماعا في مسألة القرآن يعني أجمع أهل العلم على أن هذه الكلمة الصادرة عن السلف لا تفسيرها حينما يقول منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء منه أي من الله بدأ أي القرآن وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره كما سبق عند عرضنا لآراء المخالفين لأهل السنة حيث يرون أي الجهمية أن القرآن قد خلقه الله في غيره أي في شكل في الإنسان والحيوان وفي غير ذلك شيء لا يعقله عاقل ولا يفهمه إلا من يعني ضل فهمه أما أهل السنة فيؤكدون على أن قول السلف منه أي من الله وبدأ أي تكلم الله به أما قولهم أي قول السلف وإليه يعود فإن هذه الكلمة تحتمل أمرين أحدهما أنه أي القرآن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه الله تكلم بالقرآن هذه الصفة تعود إلى الله بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله يعني لا يوصف أحد بأن القرآن من عندياته إلا الله الواحد الأحد لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم المعنى الثاني قولهم أنه أي كلمة إليه يعود أنه أي القرآن يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار إذ لا ينسب القرآن إلى غير الله وإنما هو ينسب إلى الله صفة ويرفع إليه ابتداء وانتهاء فلا متكلم سوى الله والقرآن قديم بقدم الذات